رغم تموينه لحوالي 40% من السوق المحلية للمواد الغذائية إلا أن العديد من الناشطين في سوق السمار بالعاصمة لبيع المواد الغذائية بالجملة لا يملكون سجلات تجارية ولا عقود إيجار ما أدى إلى تدخل عدة وسطاء لكراء تلك المحلات ليصل سعر إيجار محل بسوق السمار الموازي إلى قرابة الأربعمائة مليون سنتيم سنويا المشكلة عن سوق السمار أنه أولا لا يوجد إدارة وسيره سوق جملة رغم ممكن مثل 30% وال40% من التوزيع على المواد الغذائية رغم عن طريق السمار كثير من المعلومات توصلنا أن بعض المتعاملين تجاريين في سوق السمار ما عنده حتى سجل تجاري ممكن يديها واحد عنده نفوذ ولا عنده علاقات ومعادي يعاود يكرياء التاجر بما يترتب عليها الغالات على الأسعار ارتفاع أسعار المحلات كان محلات في السمار للكراتة حماتها في الشهر 20 مليون 25 مليون التاجر هذا اللي يبيع وقالك أنا كاري 20 مليون إلى 30 مليون لشهر لازم نعوض هذه الخصارة عن تاعي في السعر المنتوج الارتفاع في أسعار الإيجار بسوق السمار ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهذا الكيرة ارتفاع أسعار المحلات في السمار هو رح يأثر على ارتفاع أسعار المادة إذن من أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة كما سمار التحايل الكبير اللي يحدث يحدث في السوق الموازية على الأقل في السوق المنظمة كان قناوات كان رسميات كان رقبة رسمية اللي يقدر نوع من الضمان يقدر يخفف من الحدات على التحايل ولا تسويق ولا تمر المنتوجات مقلد لكن في السوق الموازية الباب مفتوح للتحايل إلى آخرها من بين حوالي ألف تاجر ينشطون بسوق الجملة بالسمار يستغل العديد منهم تلك المحلات دون عقود إيجار ما أدى لرفع أسعار هذا الأخير وتسبب أيضا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية على كل المستويات ترجمة نانسي قنقر